طيب بما اننا لسه بنكلم عن الشباب والرياضة كنت تكلمت حضراتكم من يومين على الوقعة بتاعة مصارع الشاورمة اعتقدك الاسمه طاري عبد السلام ومن تالي يفاكرين القصة بتاعة طاري عبد السلام المصارع المصري اللي كان عنده فرص واعدة والمفروض ان هو بيتم الاعداد له عشان يبقى بطل افريقي ويخش كمان في الولمبياد وكذا حصلت له اصابة سافر بلغاريا هو بيقول كلام ووزارة الشباب بتقول كلام والتحاد المصارعة والكابتن حسن الحداد اللي هو رئيس التحاد المصري المصارعة بيقول كلام في النهاية اخرت الكلام ده كله النتيجة ان الولد جوز واحدة بلغاريا وخد الجنسية البلغارية ولعب تحت العرب البلغاري ودخل بطولة اوروبا وكسب بطولة اوروبا وخد الميدالية الذهبية بس خدها لبلغاريا مش لمصر فكرة التجنيس دي فكرة دخلت في الرياضة والاتحادات كتيرة سمحت بيها يعني اتحاد مثلا الفيفا اتحاد دولة كرة القدم لسه ما سمحش بيها انه مثلا لعيب مصري يروح ياخد الجنسية مش عميه ويلعب كذا لا خلاص طالما انت لعبت المنتخب بلدك ماتش واحد لازم تكمل فيه طول العمر هو ده القواني بتاع التحاد دولة كرة القدم اتحادات تانية لا ابرز ابرز الاتحادات ابرز واشر الاتحادات اللي بتسبح بفكرة التجنيس دي الهند بول اتحاد اليد ورغم ان رئيس الاتحاد مصري رئيس الاتحاد الدولي للكرة اليد مصري اللي هو الدكتور حسن مصطفى وانا عارف انه هو يعني عنده شوية الفكرة الجنسية والانتماء كذا ولكن الاتحاد ده بالذات فتحها على البحري لدرجة انتوا عارفين منتخب الدولة الشقيقة كله لمؤاخذة مجنس بالجيم اللي هو دولة قطر منتخب الهند بول بتاعها تقريبا ما فيوش ولا واحد قطري ففكرة التجنيس دي فكرة ميعت ميعت الانتماء وميعت ان ده منتخب كذا لكرة اليد ومنتخب كذا لكذا يعني كاس العالم اللي فاتت منتخب مصري ما كان بلعب منتخب قطر كان بلعب واحد كرواتي واحد سلوفيني واحد اسباني واحد كذا واحد كذا سبعة مجنسين وفيه اتنين قطر عاديد بس الاحتياطي عشان المنظر يعني فما اسمهاش كده مصري بتلعب قطر اسمها مصري بتلعب منتخب العالم او منتخب المجنسين وانا اعتقل ان ده اللفظ الادق لكن احنا عاملين لحركة تقرير عن فكرة التجنيس في الرياضة بصفة عام تحول التجنيس الى شبح يطارد للتحادات الرياضية بعد الميدالية الذهبية التي حققها طارق عبدالسلام في بطولة اوروبا للمصرعة ممثلة لمنتخب بالغرية واسطة مخاوف من هروب لعبين اخرين وحصولهم على جنسيات اخرى لتبقى عدة تساؤلات حول ازمة التجنيس الرياضية فمن ابرز اللعبين الذين تم تجنيسهم طارق عبدالسلام لكنه ليس اللعب الاول الذي يتجه للتجنيس ففي العب القوة هرب معاز محمد لعب رمي القرص من مدرسة الموهوبين متوجها الى قطر وتم تجنيسه وشارك باسمها في عدة بطولات بالاضافة الى محمد عبدالفتاح بوجي لعب المصرع الذي تم تجنيسه للعب باسم البحرين اما كرة اليد فكان لها نصيب في التجنيس حيث تجنس كل من خالد اسامة من الاهلي وابراهيم شبل ونور اشرف واحمد مجدي من الترسانة في قطر ايضا بالاضافة الى تلقي لعبين بارزين عروضا مثل كرم جابر من امريكا اسباب عديدة للجوء اللاعبين للتجنيس منها فشل مسؤول الرياضة عن توفير سبل الدعم للابطال مقابل الاهتمام بهم في الخارج وعدم تقديرهم ماديا بالاضافة الى الامتيازات التي يحصلون عليها بعض حصولهم على جنسيات اخرى والشهر العالمية والاشهادة الدولية بهم مقابل عدم الاكتراس بهم في مصر وتوفير اقل الامكانيات فيجب على وزارة الرياضة واللجنة الاولمبية ومسؤول الاتحادات التعاون لتشكيل لجنة مشتركة لبحث الازمات والمشكلات التي تواجه اللاعبين مع عمل جواز صفر الرياضي يمنع هروب اللاعبين ويتم تجديده بالقرارات الوزرية ازمة تجنيس اللاعبين تدفع لطرح العديد من الاسئلة التي من بينها كيف تعمل وزارة الرياضة جاهدة لحل الازمة خاصة وان الوسطة الرياضية ينتظر تنفيذ وقود خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة والتي قد اطلقها عقب ازمة تجنيس طارق عبد السلام مشهد صعب انا بتفرج على التقرير تواجعت لما شفت طارق وهو لما كسب وبيلف في التراك او بيلف في البصات يعني وهو شايل عالم بولغرية مشهد وحش يعني حتى وده شوية يقلل نسبة تصديقي لكلام طارق عبد السلام لما بيطلع في الصحف وفي المواقع وبتاع بيقول لأ دول عايزين يشوه انتمائي ده انا فرحان بجنسيات المصرية طب انت لعبت خلاص بالجنسية البولغرية وكسبت الميدالية خلاص اطلع واخد الميدالية لكن انت تمسك العالم البولغاري وتلف بيه الصالة لا لا يعني افانا ما بيستحملش لازق يعني ما بيستحملش لازق خلاص مبروك وعايز تفرحه بتاعه ويجعب ايه تقول انا عاشت تحية بلغاريا مبروك لكن تطلع تقول لا ده هم عايزين يشوهوني وانا انتمائي الاصلي المصري يبقى ما تطلعش تمسك العالم البولغاري وتلف بيه المصائق يعني يلا بس مشهد بجد يوجع بس شكرا